تبدي الحكومة العراقية حماسة كبيرة لإنهاء الإشراف الأممي على البلاد وترتيب أوضاع البعثات العسكرية والأمنية بما فيها الناتو والتحالف الدولي إذ وصفت الحكومة تصويت مجلس الأمن الدولي على إنهاء عمل بعثة يونامي بأنه إنجاز تاريخي وفي العام المقبل ستبدأ الأمم المتحدة بإغلاق وإنهاء مهمة المبعوث الأممي في العراق وحتى نهاية عام 2025 تنتهي مهمة يونامي رسميا ووفقا لديبلوماسيين عراقيين فإن قراءة قرار مجلس الأمن رقم 2732 تكشف أن قرار إنهاء عمل بعثة يونامي ليس نهائيا كما أن الفقرة الثامنة تتحدث عن تقديم تقرير في الثلاثين من تشرين الثاني لعام 2025 وذلك حول مدى التقدم في المهام التي وردت في الفقرة السادسة في القرار وأن المسألة ستبقى قيد النظر ويأتي ذلك على خلفية طلب من الحكومة العراقية بعد أن كتب رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني إلى الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق يدعوه إلى إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في الحادي والثلاثين من كانون الأول لعام 2025 وأبدت دول أعضاء في مجلس الأمن أبدت تأييدها لطلب العراق مثل روسيا والصين أما الولايات المتحدة فلم تبدي ترحيبا كبيرا ويبدو ذلك واضحا في تصريحات البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التي أكدت أن مجلس الأمن سيواصل مراقبة التقدم الذي تحرزه الحكومة العراقية في إشارة واضحة إلى أن واشنطن غير راضية على طلب بغداد